بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان عندما نجلس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المجلس كله بيتملي نور ويتملي فرحة ويتملي سعادة فالسلام عليك يا رسول الله كل واحد فينا كده يستشعر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رد علينا السلام دلوقتي وإحنا بنسلم عليه سلام عليك يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على ذلك الحبيب الذي به تستنير القلوب وبه تتسع الدروب لأنها تأخذنا إلى المحبوب سبحانه وتعالى النهاردة بنتكلم عن حديث مهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنا بسميه حديث فارق بيجعل الإنسان دائما يعرف إلى أين زاذب إلى أي الطريقين الحديث الذي نحن نتكلم عنه هو حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هومان لا يشبعان من هومان لا يشبعان من هوم في علم لا يشبع ومن هوم في دنيا لا يشبع هذا الحديث رواه الحاكم وصحح وقال على شرط مسلم وفقوا الإمام الذهبي حاضر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو يكلمنا عن طريقين يكلمنا عن نمطين من أنماط الحياة يعني حاضر النبي صلى الله عليه وسلم مش بيكلمنا بس عن صنفين من الناس لكن بيكلمنا عن تصورين للحياة تصور بيخلي الإنسان يطلب أنه يشبع من الدنيا ويفرض فيها وتصور يطلب أن يبقى مع الله على الدوام وذلك حاضر النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصنفين دولة ووصفهم بالنهم والنهم والإفراد في الشيء وعدم الشبع منه مين بقى يا رسول الله الصنفين دولة اللي هم مش بيشبعوا الصنف الأول هو طالبه لقاء مولاه احنا لازم نفهم كده حاضر النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا على أن الإنسان لا يشبع لا يشبع من لقاء مولاه بل كلما لقي مولاه وكلما ازدادت أنواره مولاه وكلما زاد مدده كلما ازداد شوقه وعشان كده بقى عندنا طالب العلم طالب العلم النهم فهو واحد عايز يتعلم ويعلم الناس وينفع الناس بعلمه فكلما يوصل لنقطة من العلم يكتشف أنه هو ما خدش حاجة من العلم وأن العلم بحر واسع وهو لا ينتهي فيشعر بأنه ماذا بأنه لابد أن يطلب المزيد من العلم علشان كده بيقول بعض العلماء أن العلم سلسة أشبار فمن دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث عالم أنه لا يعلم شيئا ليه؟ لأنه فوق كل ذي علم عليم يعني إيه؟ يعني العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة ولا يعرف النهاية يعني إيه لا يعرف الكلمة الأخيرة ولا يعرف النهاية أن كلما شربت من حلاوة العلم كلما اشتقت إلى مزيد من العلم وحظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث في غاية في الجمال رواه الإمام الترمزي لأن يشبع المؤمن من خبر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة يعني إيه هيستمر يطلب العلم خبر إيه يعني العلم ليستمر في طلب العلم حتى يصل إلى الجنة وذلك سيدنا الإمام أحمد لما سألوه وبيكلموا عن العلم فقال لهم إيه مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة وذلك لما سألوه إلى متى يكتب العلم قال حتى يموت يعني يفضل الإنسان يكتب العلم حتى الموت مع المحبرة إلى المقبرة وعشان كده لازم نعرف أن طالب العلم ده ما الذي يجعله على هذه الحال أنه لا يشبع ما الذي يجعله على هذه الحال لا يشبع اللي خليه يشعر بأنه لا يشبع وأنه نهم النهم هنا معنى عدم الاكتفاء أو الانتهاء أو الاستغناء يبقى ما معنى النهم هنا هو لا ينتهي في العلم يعني لا يعرف أنه وصل إلى نهاية العلم أبدا ولا الاكتفاء ويعرف أنه لا يكتفي بما تعلم التالتة عدم الاستغناء لا يستغنى عن العلم يعني ما يستغناش بعلم عن علم لا خالص يبقى ما معنى النهم هنا ده معنى كلها إيجابية عدم الانتهاء العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة لا ليس له نهاية وأن إلى ربك المنتهى يبقى خلاص عادة تانية عدم الاكتفاء هو ما بيكتفيش بعلم عن علم ليه طيب؟ لأن العلوم بتزداد نوراً بعضها ببعض مش فيه علم بيكفي عن علم حاجة التالتة عدم الاستغناء هو ما بيستغناش عن العلم لا هو حاسس أنه طول الوقت محتاج للعلم وكل ما بيتعلم بينظر أنه هو محتاج للعلم وهو عشان كده في الآخر خالص قلنا ومن دخل في الشبر الثالث عنه ما أنه لم يعلم شيئاً يعني ما فيش حد للتعليم ولا في سن ويمكن احنا شفنا نمازج كتيرة من الأبطال اللي تعلموا وحصلوا على الماجستير والدكتوراه وهم بسنهم كبير ساعات فوق الستين وفوق السبعين وشفنا ناس كمان ظروفهم الصحية صعبة ومع ذلك حرصين كل الحرص على طلب العلم بسبب النهم هنا بقى النهم ده اللي هو عدم الشبع محمود ليه محمود؟ لأنه في مرضات الله والاستكسر منه استكسر من حب الله والقرب من الله والإقبال على الله يبقى دسم في الأول النهم المنهوم الذي هو ماذا؟ الذي هو لا يتوقف عن طلب العلوم ليه؟ لأنه يعلم أنه يعلمه الرب الكريم علام الغيوب آه يبقى هو دوت يبقى هو ليه بقى؟ ليه بيحب طلب العلم؟ لأنه يعلم أن الله هو الذي يعلمه واتقوا الله ويعلمكم الله وعلم آدم الأسماء كلها يبقى مين اللي بيعلم؟ الله سبحانه وتعالى فهو لا يشبع وربنا جعل العلم هنا رمز لطلب الله رمز لطلب الله لأن العلم فيه حاجتين فيه علم بمعنى تعلم وعلم بمعنى تعليم فهو ده معنى إيه؟ أنه يطلب الله لا لنفسه بل يطلب الله لنفسه ولغيره فبقت الدائرة الدائرة متسعة والدائرة كلها تدور على مرضات الله وعشان كده هو لا يشبع لأنه لو كان يتعلم لنفسي لكفل كان يتعلم لنفسي ولغيره خلاص يبقى كده هذه دائرة من النور يبقى هذا النهم كلما انتهى ابتدى كلما انتهى ابتدى هذه الدائرة اسمها دائرة إيه؟ دائرة النور دائرة الإيه؟ النور لكن يخبرنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن في نوع تاني من النهم معظمنا بيتعرض ليه هو النهم بالدنيا وفي رواية بتقول طالب مال طالب علم وطالب مال فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن في الحديث بيحكي لنا عن طبع من طباع الناس طباع الإنسان طباع البناء أدمين وعادة من عادتهم اللي ملزم أغلب البشر واللي هي الحرص على المال والحرص على الدنيا وربنا أثبت حقيقة مهمة في كتابه العزيز لما قال وتحبون المال حبا جم وكمان سبحانه وتعالى قال زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة طب خلاص دي حاجة عندي ناس كتيرة وفي حياة الناس زينا للناس يعني أغلب الناس وأنا عايز أقول أن حب المال حب المال باعتباره نعم باعتباره عطية ورزق من الله مش جريمة ولا ذنب لأن الله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا إنما المزموم إيه هو الشرخ يعني إذا كان المال أو الولد أو حتى الدنيا فدي عطية من الله فهي في ذاتها في ذاتها عطية نعمة لكن إيه المزموم وإيه الحرام وإيه اللي يود الواحد في داهية الشرخ والطمع اللي يخلي الواحد يحصل الدنيا ويحصل المال من حله ومن حرامه أو بالتعبير النبوي النهم اللي ملوش نهاية ولا يعرف لا اكتفاء ولا يعرف نهاية وعشان كده حضرت النبي هنا بيفرق لنا ما بين معنيين مهمين الأول حب الدنيا والنهم بيها وده المنهي عنه وبين حب الحياة وحب الإيه ما بين حب الحياة وده شيء وقيمة مهمة جدا 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 في حياتنا وده يعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فليفعل ونطلب الدنيا لكن عندما يتحول ده إلى نهم فنجري كالوحوش في البرية ونتصارع ونتقاتل واسفق بعضنا دماء بعض وتقطع الأرحام في هذه في هذه المسألة في هذا النهم ويصبح النهم ده هو اللي مسيطر علينا في كل تفكيرنا فنقع كما قال صلى الله عليه وسلم هلك عبده دينار فيبهبت الدنار وهلك عبده الخميصة فنهلك إذن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن طبيعة للإنسان والطبيعة دي ممكن يتم تهزبها بالمناسبة عن طريق تسكية النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها ويبقى نهمنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يحبه وما يرضاه لنا طيب نعمل إيه بقى أول حاجة عشان ما كانش دايما أنا بحب وأنا بقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده بلاغة هل ممكن يكون نعرض وإحنا بنعرض الإجراءات اللي إحنا ممكن نحلها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن النهم في الدنيا ممكن يحلوا النهم في العلم الجواب نعم ازاي يعني ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان النهم في العلم يقلل عننا النهم في الدنيا ازاي ان النهم في العلم يعرفنا بالله فلما نعرف الله الا يحصل تسكن نفسي وان الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون فاصبر ما اصرعش على الدنيا فاعرف الله سبحانه وتعالى ولما كمان ابقى نهم في العلم يبقى عندي حاجات تانية ممكن انشغل بيها انشغل بالنور فانا لو عندي مال وعندي دنيا انشغل بالمال انشغل بالعلم الذي يجعلني استثمن هذه الدنيا فيعود بالخير علي وعلى الناس اذا النهم بالعلم يحل مشكلة النهم بالدنيا بان المال عندي يمكن استثماره فنعمل مال الصالح للرجل الصالح فيبقى عندي مال اه وانا نهم يعني عندي مال واستثمره ولكن استثمره بعلم فيعود الخير علي وعلى الناس كمان النهم في العلم يخليني اعمل ايه يخليني اعرف ان المال ليس غاية ولكن المال وسيلة فاستخدم المال كوسيلة يبقى العلم اعلمني من صاحبه هذه الدنيا الله فما بقاش منهوم ليه لانه قال وفي السماء رزقكم وما توعدوني عن اطمئنه بلاش تبقى شرح طيب الحالة الثانية اني نهمي بالعلم يحل كمان نهمي بالدنيا ليه هتعلم ازاي استثمر العلم فبدل ما بقى عندي شرح في امتلاك الدنيا استثمر الدنيا فلما استثمر الدنيا ايه اللي يحصل يحصل سعة الحالة الثالثة لما بقى ناهم بالعلم ايه اللي حاصل احس باني العلم بيقدمني اطروحات كتيرة في الحياة فابتدي اعمل ايه اجعل المال ليس غاية ولكن اجعله وسيلة فارتاح وما افضلش اجري وراه لانه اللي بيخلينا يبقى عندنا نهم بالمال ونهم بالدنيا بان الدنيا لا تسطع ان تكون غاية والمال لا يسطع ان يكون غاية فانا اذا اجعلت المال او الدنيا غاية ايه اللي حاصل كل شوية بقى ايدهم تقل وجدهم لا يسلحوا انهم يقولوا غاية فتأدي نفسي تقول لي يبقى انت لو اكسرت لو انك افرطت في طلب الدنيا لو افرطت في طلب المال ستصل الى غايتك اصلا الفكرة غلط من قال ان الدنيا او ان المال غاية الدنيا والمال وسيلة ولذلك الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه الاسياء وسائل لكي نحقق القيم ونعيش بالغايات ونعيش بحسن الاخلاق وعشان كده لازم نفهم ده بشكل واضح مع هذا الربط لهذا الحديث ايضا عندنا ثلاث اجراءات عن قولهم بسرعة اول اجراء بيقلل انهم في المال اننا لا اتعلم طريقة لاستثمار المال واستثمار الدنيا دائما لاننا لما استثمر المال واستثمر الدنيا انا هخرج من مسألة اجتناز المال واخرق كمان من اللهث خرف الدنيا ويبقى فيه امور تاني الحاجة التالتة الحاجة التانية اننا لابد طول الوقت اكسر من حمد الله على نعمة المال ونعمة الدنيا ما اعاديش المال ولا اعادي الدنيا لكن اكشكر الله على هذه النعمة الحاجة التالتة اتصدق كثيرا عندما يكون عندي من المال ومن الدنيا واساعد الناس ومساعدة الناس وخدمة الناس تفتح علي باب أن أعرف أن الدنيا يمكن أن يكون هناك أشياء أخرى يمكن أن تسعدني فسعدت أعرف أن الدنيا وسيلة للسعادة والإسعاد وسعدتها ما كنتش محتاج لكل هذا النهم لأن النهم ده هو اللي بيعمل لي نشوة فأستبدل هذه النشوة بسعادة عندما أرى محتاجا أو فقيرا تلمع عينه بشكر نعمة الله علي بأنه أعطاه هذه النعمة في وقتها فالحمد لله على نعمة الله والحمد لله على أنه يجعلنا نستطيع أن نخدم خلق الله والحمد لله على أنني عرفت أن المال ليس غاية ولكنه وسيلة واستطعت أن أستثمره لكي أصل إلى أن أكون مطيعا لله سبحانه وتعالى كده يبقى احنا ممكن نتعامل ونفهم حديث رسول الله عليه وسلم بفهم صحيح وإزاي نخرج من نهم الدنيا من نهم الدنيا بالنهم في العلم وإزاي كمان نقدر نستثمر الدنيا في طاعتنا وفي قربنا من الله يا سيدة صفحتنا على صفحة بالنمج ولا تعسره الصفحة اللي بتفضل فتحنا باب من أبواب الإقبال على الله سبحانه وتعالى وباب من أبواب مجالس العلم والنور والبركة ونفضل متصلين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام وأول سؤال وصلنا على صفحتنا وتعالوا نجاوب عليه سؤال بيقول أنا ست متجوزة وكان معايا من طريق طفلين أعمرهم ما بين تسعة وست سنين أخدهم مني من سنة وأنا مش عارف أشوفهم رغم أني كنت بوريهم ليه لما كانوا عندي وعلى فكرة هو كان رميهم تمن سنين وبعدين فضل يبهدني لحد ما أخدهم نفسي أشوفهم ليه بسنة بعيدة عن عيني وحشوني أرجو الإفادة أحدك طبعا مش طربة مني الإفادة قد ما طربة مني المناشدة لزوج حضرتك أنه يتق الله في الأولاد تعال بس أقول لحضرتك حاجة هما ما بين ست وتسعة سنين دول هما في الحقيقة ما خرجوش أنهما يبقوا محتاجين أمهم بالعكس هما ما زالوا محتاجين أمهم احتياج شديد وتذكر أنه لما الشرع الشريف جعل حضانة الأولاد مع الأمهات في أول الأمر وأكيد تنزلت ليك لسبب إما راح تتجوزت أو أن هي أنت أثبت أن هي مش كفء أن هي ترب الأولاد أو هي تنزلت لك على الأولاد عشان يروحوا لك أو هي تدتهم لك كده بالتراضي لأي سبب من الأسباب اللي هو واضح أن هي دي حصلت فيئل اللي حاصل بقى فالأولاد عندك بس يوم ما أنت مش فست أن أنت تحصل على قطعة من قطعة من الدهب أو قطعة من المجوهرات اللي كنت مسروق منك وانت ردتها آه على فكرة بعض الناس بيعتبروا أن أولادهم لما بيكونوا متخدين معهم كأن مثلا شقتهم اتسرقت أو كأن حد حرامي جي خد محفظته فلو رجعوا له أولاده ورجعوا له أولاده وإن اللي حاصل ومحفظته رجعت له يعني فلوسه حقه رجع له لا الأولاد مش شيء آه أنا بس عايز أقول لحضرتك وأقول لها يا كمان أقول لكم أنتوا الاتنين الأولاد مش شيء الأولاد من قدمين ليهم حرمة وليهم قدسية عند الله سبحانه وتعالى والأولاد دولة الأطفال دولة أحلى ما فينا ومش من حق أي حد يلوسهم أو يأذيهم أو يكسر بخطرهم أو يتعامل معهم على أنهم حاجات ملهاش لازمة أنتوا لو هتعملوا كده مع أولادكم للأسف أنا هكلمكم أنتوا الاتنين قوة وتكونوا بتتلعبوا بالأولاد على أن كل واحد فيكم يملك الأولاد ومسكهم وفاز بيهم على حساب التاني وانتصر في معركته وكاني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك الأولاد ما بيتلعبش بيهم والأولاد مش ساحة معركة بنسبة كل واحد فيهم أنه هو خسر لما طلقني ولا بثبت له أنه هو إنسان غير كف أو هي بتثبت له أو هو بيثبت لها أن هي الست غير موسوخ فيها عشان يثبت لنفسه أنه هو ما ظلمهاش أو تثبت لنفسها أنه هو ظلمها لما هو طلقها الحقيقة ده من أسوأ الأشياء اللي احنا بنعملها عما بدكيها أولادنا أنا أكلمكم أنت واتنين ومكلمك أنت بالذات لو كنت أنت فعلاً بيتمنع الأولاد أنهم يشوفوا أمهم أمهم الأولاد مش أمهم بس اللي محتاجين له الأولاد اللي محتاجين لأمهم وخلي بالك الأولاد لما يكبروا مش هيسمحوك على أنك أنت منعطوهم من أمهم إذا كانوا متعلقين بيها أو بيكانوا بيحبوها احنا عندنا مشكلة أساسية احنا لازم نحطه قدامنا حديث الرسول الله سلم إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول أنا بقول لك منعك أو منعك والكلام ده بنشوفه كتير منعك أو منعك أن أولادك يشوفوا أبوهم أو أولادك يشوفوا أمهم ده تضيع للأولاد فاتقوا الله في الأولاد واحفظوهم من اللجوء إلى الاحتواء البديل ارحمهم من أنهم يدوروا على أم يتسولوها في الطرقات اتق الله سبحانه وتعالى ولا تظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يا سادة هنكمل أسئلتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحتنا نكمل إجابتها ونقرأها معاكم بتمععن وبنظر سأييني الله أنه ويعنا على أن نجيبكم بالإجابة اللي تخلينا دايماً في طاعة ربنا وفي حب رسول الله ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم والمباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحت بن نامج والتي تعسروا والسؤال بيقول لو سمحت زوجي أخته متوفية بقالها أربع سنين أربع سنوات بسقوطها من السادس ربنا يا رحمة واجعلها في فسح الجنات يا رب قبل وفاتها اتحجزت بالرعاية وكان بيدور على فصيل الدم ليها ندرة جدا وللأسف معرفش وجدها أخته توفيت هو محتفظ بأنبول الدم بغرض أني لما ربنا يرزقه يشتري الفصيلة دي ويتبرع بيها هل احتفاظه بالدم فيه حرمانية احنا أصلا احتفاظه بالدم ده هيبقى الاحتفاظ بالدم ده حرام في حالة ما إذا لطخ بيه نفسه ده اللي عني اسأل عليه ساعته عني اسأل لو الدم ده طاهر وانا نجس لكن هو محتفظ بالأنبول ده ولا هو حطه في عدوم ولا ملطخ بيه أي حاجة وحطت الدم ده عشان بس ما تبقاش المسألة تبعد عننا ونقول النقاش اللي دار ما بين الفقهاء في مقدار الدم الذي لا يكون نجسا من دم الإنسان طبعا الصحابة الحديث ورد أن الصحابة صلوا في جراحاتهم فالإنسان دمه هو بالنسباله ومش هيبقى النجس لكن احنا نتكلم عن دم الآخرين قد ايه منه يكون نجس والمسألة عندنا مش مسألة النجاسة هي مسألة الاحتفاظ بيه هو محتفظ بيه هو محتفظ بيه ليه؟ هو طبعا سؤاله هو أربع سنوات وقدم لسه على حاله ما تخسرش فنصحتي دي أنه هو يدع ده لأسباب كتيرة ما هو الحكم الفقه يا جماعة الفتوى غير الحكم الفقه يعني احنا مش بنتكلم دلوقتي في النجاسة وفي الخطرة في مقدار النجاسة ما بين السادة الملكية والسادة الحنفية لكن احنا بنتكلم أن نجاس الدم الآخرين لكن احنا بنتكلم على أنهم متفقين على أن القدر القليل من الدم ليس بنجس لكن ايه المسألة أن احنا مسألة تانية مهمة هي مسألة أن الاحتفاظ انت سألتيني عن الاحتفاظ بالدم وممكن حد يخرجوا على ده لكن أنا بتكلم على احتفاظه بالدم أنا احتفاظه بالدم مش بس فكرة على الدم نجس ولا مش نجس بس لكن أنا عندي بعضي تاني مهم جدا واللي بيفتي لازم يشوفه ده اللي هو بعض ايه البعض النفسي البعض الايه النفسي إنه هو محتفظ بدم أخته اللي توفيت من أربع سنوات أنا عايز أقولك حاجة هو ليس محتفظا بهذا الدم لأنه يريد أن يتبرع بنفس فصلة الدم فصلة الدم تتكتف ورقة فصلة الدم تتكتف ورقة هو محتفظ بهذا الدم لأنه في الحقيقة هو عنده شعور شديد جدا 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 قد يكون بالتقصير في حقه أو قد يكون هو مش حاسس هو مش عايز يحس إن هي مشت فاحتفاظه بهذا الدم وقد يكون أنت حسة بده وعشان كده أنت عايزة تتخلص من المعنى ده بس بتتخلص منه بطريقة مش مناسبة إحنا زوج حضرتك رأيي أنه بعد ما حصلت وفاة أخته إن شاء الله تكون في فسح الجنات يا رب إن شاء الله تكون في فسح الجنات أنا متصور إن هو كان لابد يتلقى دعم نفسي ليه؟ لأن الحادث نفسه سقوطها من الدور السادس وبقاء في العناية المركزة قد يؤدي إلى إن هو يحس في بعض الأحيين ببعض الصدمات اللي هي محتاجة تتعالج ولذلك أنا أرى إن هو لابد أن يتخلص من هذه القرورة من الدم ليه؟ عشان قدرت النجاسة لا مش عشان قدرت النجاسة لتأثيري هالنفسي السيء عارف أصل الدم غير لما واحد يكون محتفظ حتى بتوب واحد الدم يذكر الإنسان بالحادث لما الإنسان يحتفظ بشيء من أشياء الشخص الآخر هو بيتلمس رائحته لكن لما يكون فيه دم الدم دائما يذكر الإنسان بماذا؟ ولذلك رسول الله لما أراد يبشع فكرة التعدي على الإنسان قال كل المسلم على المسلم حرام سب من كل المسلم ما قالش جلده رح قال إيه؟ دمه وماله وعرضه فالدم يذكر الإنسان بالجريمة يذكر الإنسان بالمأساة يذكر الإنسان بالحادث فأنا أرى أنه يتخلص لابد لابد ينبغي أن يتخلص لم أقل يجب لكن قلت ينبغي وينبغي شيء بيتردد ما بين الحرمة والكراهة وليس حراماً ولكن أنا أراه لأثره النفسي السلب السيء عليها أن يتخلص من هذا الدم ونصحتي ليه هو يعني عايز تتبرع شوف فصيلة الدم دي وكتبها وتبرع لكن احتفاظك بالدم ده ليس لأنك تريد أن تعرف نوع فصيلة الدم عشان تتبرع به أبداً وده يعمل إيه؟ هيجدد عليك الأحزان وإنت يمكن أنت مش عايز تنسى المأساة فتفضل محتفظ بالدم للكي تتذكر المأساة وده وتشيء مش جيد فأنا أرى أنه ينبغي أن يتخلص من هذه القرورة السؤال البعض كده بيقول لو سمحت أنا تأذيت قوي قوي من إخواتي وإساءة وحقيقة ما ردتش الإساءة بس بعدت وخلاص كلنا مش بنكلم بعض وأنا مش هقدر أبداً أبداً أتعامل تاني معاه وبرضو عرفة ثواب سلة الراحل وإن إزاي سيدنا يوسف سامح إخواته بعد ما رمو البئر أنا أعمل إيه؟ آه طبعاً هي بتعمل إيه؟ وبتحاوط علي عشان ما أقولهش إيه؟ سامحي بصي ستي أنت ليكي أن أنت تستمر في هذا الغضب والانتقام والحنق والحقد اللي جوه ده وليكي أن أنت تهاري قلبي فترتاح ترتاح بإيه؟ بحسن الخلق آه أنت مش قادر على وضعك ده أن الرسول الله قال إنكم لات نسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعى منكم بحسن خلقكم فأنت قادر تسعيم بحسن خلقك يعني يا حسن الخلق حضرة النبي قال لنا بقى حسن الخلق فين في مسألة سلة الأرحام آه يا رسول الله ما هو حسن الخلق في سلة الأرحام يا رسول الله قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها يبع عليك أن أنت توصل رحمك مش تقطعيها فعلاك أن أنت تعمل إيه؟ تصل لرحمك بأقل لما يمكن أن تكون به سلة الأرحام يعني إيه؟ يعني ما فيش مفر؟ لا ما فيش مفر أن أنت تصل لرحمك هل معنى أن أنت تصل لرحمك؟ أن أنت ترجع المية اللي مجرية ونرجع زي ما كنا زمان؟ لا تصل لرحمك ولا تقطعيها ليه؟ أنت مش حملة أن الرحم تيجي تخصمك يوم القيامة أمام الله لأن الرحم ماذا فعلت؟ قالت هذا مقام لا إذ بك يا رب قال ألا يكفيكي أن أصل من وصلكي وأن أقطع من قطعقي تخيل بقى في قطع الرحم قطع للبركة والنور يا إحنا حمل كده وقد انتيجي سيدة الأرحام تقول دي اللي أطعت سيدة الأرحام فالله سبحانه وتعالى يمنعك ما فيه تفسيرين أن القطع بيكون في الدنيا وأن القطع بيكون في الآخرة وأحنا لا حمل القطع في الدنيا بتضييق الأرزاق ولا تضييق ولا منع البركة ولا محك ما نش حمل ده محك البركة ولا إحنا كمان حمل ده في الآخرة إحنا لا حمل ده لا في الدنيا ولا في الآخرة طيب نعمل إيه بقى؟ ناصل رحمنا بأقل القليل بكل ما نستطيع أن ناصل رحمنا به وده يبقى لنا مثوبة عند الله ويفتح علينا الرزق الحسن ويبرك لنا سبحانه وتعالى بصورة الرحمة ومش تخسر حاجة ان انت تسألي عليهم بالتليفون حتى لو اساءوا ليك حتى لو اساءوا ليك تقول لي ازاي لان العهد الذي بيننا وبين الله ان نطيع الله في من عاصى الله فينا ده العهد اللي بيننا وبين ربنا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي من حميم هو ده العهد اللي بيننا وبين الله مش العهد اللي بيننا وبين الله ان اي حد زينة هنعمل ايه هنردله الكلمك يالين لا يبقى ايه اللي حاصل صلي صلي رحمك اقل ما يمكن ان تصل به رحمك عشان تفضلي من اهل وصل الارحم سؤال اللي بعد كده بيقول ممكن سؤال يا شيخ هو لو واحدة موظفة المفروض فلوسها ليها ولا البيت ولو شالت فلوسها والبيت محتاج ده حرام ولا ايه رغم ان هي بتصرف في البيت وشايلة مسئولية برضو وجوزها مرتب بسيط ومش معصر يا زوجي بتسأل سؤال شوية دقيق هي بتقول ايه السؤال ممكن يتسأل بطريقة تانية هو انا لو معايا فلوس والبيت زوجي معهوش اللي يوسع بيه علينا فإن اللي حاصل فجوزها بينفق من سعته ينفق ذو سعته من سعته فإن اللي حاصل هو قدر عليه رزقه فإن اللي حاصل فان ينفق مما اعطاه الله سبحانه وتعالى ومما رزقه الله طيب ولكن هم مش مرتحين في عجز وهي معاه فلوس السورة بتدي بتحصل لما الستات تيجي تقول لنا والله انا بشير الفلوس ده للزمن انا شايف فلوس دي للزمن صحيح انا عايز شين في دي او ما عرفش ايه بس انا شايل الفلوس دي للزمن تعالي نقول شوية قواعد كده ونقول احنا نعمل ايه اول قاعدة ان المرأة لها زمة مالية مستقلة وان الانفاق على البيت من مسؤوليات الزوج يبقى اول حاجة المرأة لها زمة مالية مستقلة والذي ينفق على البيت هو الزوج تمام ونعيش على مقدار ما عند الزوج طيب وبناء عليه الزوجة ليس فرضا عليها ان تنفق من امالها على البيت تمام ولكن اذا كان الشرع حفز الناس للتصدق على الاغراب لسد حاجتهم اليس من الاولى ان يتصدق الزوجة على بيتها وعلى اهلها اذا كان زوجها هذا وسعه من افضل يبقى الحكم في الحالة دي بعد ما حطينا الثلاث قواعد دي ايه ان من الافضل ان الزوجة تساعد ان كانت قادرة على ده من الافضل لكن هل واجب عليها يعني اذا هي مساعدتش تبقى يا ثمة لا لكن ليس من المرؤة ان البيت يكون بهذا الحال من احساس بان البيت مفوش مفوش اكل او مفوش شرب لان خلاص الفلوس خلصت والزوجة عندها مال وإيه اللي حاصل ولا تدفع ليس هذا من المرؤة ليس هذا من الشهامة طب لو دفعت لها ثواب عظيم في البيت انا بقول كده ليه عشان احمن اتكلم عن وقعنا مش من اتكلم عن وقع حد تاني يعني كل اللي قاعد يتكلم ان الزوجة مش واجب عليها ان هي تنفق لكن بس واحدة واحدة بس مش واجب عليها خلاص مش واجب عليها ان هي تنفق في البيت وإحنا متفقين على ده لكن البيوت يا سيدي ما ينفعش يبقى حد مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نخليش قضية الرجل والمرأة تبوز علينا سائر احكام الشريعة سائر احكام الشريعة انا مش بتكلم تلوقتي على اني الزوج ومن اللي عليه ومن الملزم ومش الملزم انا بكلم دلوقتي على قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له فلازم نكون متوازنين ولازم الناس تتعامل بالفضل هيا دلوقتي الزوجة هي اللي بتسألني بتقول لي اعمل ايه انتي لا تكوني اثمة اذا لم تنفقي ولكن ولا تنسوا الفضل بينكم البيت بتدور بالفضل من كان عنده فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له فانت عندك دلوقتي ما لو عودت بيه على بيتك واسرتك ما فيش حد هيقولك ان اللي عملتيه دوت ربنا سبحانه وتعالى مش هيفرج عنك كما فرجت عن البيت فانت اذا كنت بتسأليني ده جوابي وان شاء الله سبحانه وتعالى يجعل كل ده في ميزان حسناتك ويباركلك ان شاء الله السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا راجم وسن وعاجز ومشلول هل لي الصلاة في غير اتجاه القبلة لو حضرت الصلاة وانت لا تستطيع ان تستقبل القبلة لان المريض اذا كان وهو في مرضه حضرتك بتقول مش هول ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتك وشق عليك ان انت ما عندكش حد يساعدك او ان انت مش قادر تتجاه الى القبلة وهو ده تلاستقرع في الفتوى بان هو ما فيش حد يوجهك الى القبلة وانت مش قادر تتجاه الى القبلة اه لكن انت تصلي على حالك حتى لو لغير القبلة ولا اعادة عليك كما هو ماذا بالسادة الحنفية واسادة الحنابلة يبقى انت لا عليك تعيد وانت صلاتك صحيحة لان انت لا تتمكن من استقبال القبلة وان هو ده حالك ولك ان تصلي وصلاتك صحيحة لان انت لا تتمكن من استقبال القبلة لان هذا هو ما تستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعه لا يكلف الله نفساً إلا وسعاه وأنت فعلت ما عليك فعلت ما عليك يعني إيه زي الرجل الرجل ما له الرجل بيكون عليه حدث وقد يكون حدثاً أكبر قد يكون حدثاً أكبر أو أوسط قد يكون حدثاً أوسط عنده جنابة وحضرت الصلاة وليس عنده ماء وليس عنده كمان تراب فبيصلي على حال احنا مش بنقول بقى زي زي إذا رأى الماء يعيد لا هو دلوقتي مش هيعمل كده مش زي فقد الطهورين لكن استقبال القبلة كما ذهب إلى ذلك استاذ حنفه استاذ حنفه يبقى هو يصلي على حاله وإن شاء الله صلاته مقبولة وليس عليه إثم يعني إيه وليس عليه إثم لا هو عليه إثم ولا عليه إعادة وهذا هو المفتبه أن أنت تصلي على الحال التي تتمكن بها من الصلاة وليس عليك أن تفعل شيئاً فوق ذلك ليه؟ لأن الصلاة حدثت لها شروط إما الشرط الأخير فأنت لا تستطيع أن تحققه ولذلك صلاتك ستكون صحيحة وليس عليك الإعادة يا سادة نحن النهاردة تكلمنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي الله سبحانه وتعالى أوحى إلى حضرة النبي أنه يكلمنا على معنى مهم جداً من معاني الحياة أن يكلمنا عن طريقين في الحياة طريق بيمشي في الإنسان ويستقبل وجه مولاه وطريق يستقبل فيه وجه الأنا والدنيا الفانية الإنسان إذا سار في هذا الطريق لا يشبع سار في طريق الله لا يشبع لأن اللي يصير في هذا الطريق يظل مع الله سبحانه وتعالى يغرق في أنواره ولا يستطيع أن يتوقف عن هذا النور وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا رمز لده بطالب العلم فهو من هوم لا يشبع وقدم لنا رمزاً آخر رمز الآخر كان بطالب الدنيا وطالب المال فهو أيضاً لا يشبع ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا وكأنه أشار علينا ونبهنا أننا نكون من طلبة العلم وقلنا إزاي طلب العلم ممكن يغير إن نهم في طلب الحياة وطلب المال يا سادة خلونا دايماً نكون من أهل طلب معرفة الله ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى معنا وأننا لا نستحق لا نريد ولا يجب علينا أن نستزيد إلا من طلب قرب الله إلا من طلب رضى الله إلا من طلب التنور بأنوار حضرة الله القدسي فإذا فعلنا ذلك نجونا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يطلبون قربك ويطلبون ودك ويطلبون رحمتك ويطلبون فضلك ويطلبون كرمك ويطلبون أن تعلمنا بعد أن نتقي أن نكون في غير مرضاتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا في مرضاتك وعلمنا أنك على الدوام تتودد إلينا وتمدنا بمددك وبرحمتك وبفضلك يا كريم يا رب العالمين أكرمنا بعلم ينير قلوبنا ويجعلنا في الصالحين ومع الصالحين يا رب العالمين